اشتركوا في القناة اهم المواضيع لتشغل يعني للسياسيين اكثر حاجة والمواطنين كذلك هنا في الجزائر في الاونة الاخيرة هي الاستفتاء حول الدستور يوم اول نوفمبر المقبل للحديث عن ذلك حاولنا اليوم في غاديو ام نجمع اكثر يعني كل المواقف او كل المواقف او اغلبها هنا في البلاتون المواقف المتعلقة بالاستفتاء حول الدستور يوم الفاتح من نوفمبر مساء الخير فهم داحي الامين العام للامدياس الحركة الوطنية الاجتماعية اهلا بك شكرا على الدعوة الحركة الديمقراطية الاجتماعية الحركة الديمقراطية في التنظيم الاخر غلطت في الامدياس ومعنا كذلك سعد صدارة قيادة بحركة البناء الوطني عبدالقادر بن جرينا اهلا بك اول مرة في غاديو ام للحزب والشخص اهلا بك مرحبا ان شاء الله ما تكونش اخر مرة بالعكس ماذا بنا العفو استاد ومعنا عبدالرحمن عرعان رئيس المنتدى المدني للتغيير مرحبا بك اهلا بك شكرا منك ولا شدرت على الخطأ كنت حنقول رئيس المدني الرئيس المنتدى الوطني هذا هو الخطأ اللي كان راح يوقع ومعنا هشام ما تروح ناشد سياسي اهلا بك اهلا بك وانا كنت اشرت لانه يعني كاين مختلف للاراء والمواقف هنا معنا اليوم في البلاتو كاين من سينتخب بلا يوم اول نوفمبر من سينتخب بنعم مع تحفظ على بعض المواد ومن يرفض تماما هذا المسار ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع كان يعني قرار اخدات الحكومة الجزائرية في 24 ساعة الاخيرة واللي كان محل نقاش عند الجزائريين هو تخفيض معدل النجاح في البكالوريا الى تسعة فاهم داحي يعني كلمة على هذا القرار لاتخدات الحكومة اغبي يعني احنا نعرف بلك معدله ما هو الى تقييم هذا المرحلة انا نظن بلك قضية البحث العلمي الونيفرسيتي والبريمير الاخرى لازم نقاع نعودون نطرحوا الاشكاليات على التعليم في الجزائر ماشي غير هكذا كل ما صاركش حاجة نعوضون سيونديروا ما فيس شعباوية من اجل المواقف السياسوية ما نظنش بلك هذا رايح يفيد الجامعيين جدد هدوما لهم جايين ولا الجامعة الجزائرية أستاذ عبد الرحمن عرعار شكرا أنا نظن قرار عنده علاقة بالواقع ما هو قرار ذو بعد استراتيجي في التعلم ومشن هو هذا الواقع نظن أنا مربوط بما عشناه من كورونا والغياب اللي كان على المقاعد الدراسة إلى آخره وما تعرض له التلاميذ من ضغط نفسي هذا كان ممكن أثر على المردودية التحهم لكن كسابقة نفقد فيها النوعية ونعطي يعني أنفو إسبوار لطلبة ليجوا فيما بعد باللي دايما ممكن تكون حلول في هذا الاتجاه وهذا غلط وهل هذا القرار تم استشارة المعنيين بالقطع مثلا لسنديكا انتع قدع التربية كامل هل الأولياء كانوا على علم بهذا القرار ماهل همش التلاميذ أنفسهم لا أظن هو قرار ظنه سياسي بالدرجة الأولى استثنائي ناصرا للظروف خلوه الفسحة أكثر للنجاح فقط أما أنه يكون عنده أثر على المردودية في المستقبل إلى آخره لا أظن ذلك نعم هناك أيضا من يشاطرك الرأي ويقول أنه قرار ذو خلفية سياسية أستاذ سعد صدارة ولكن لتمرير استفتاء الأول نوفمبر المقبل بسم الله الرحمن الرحمن والسلامة رسول الكريم مجدد التحية والدعوة وبضيف الأكارم والأصدقاء الأكارم الحقيقة وقرار كان متوقع بالنظر إلى الظروف التي نعيشينها منذ مارس تقريبا ما تعلق بالوباء يعني وتداعيات الوباء على الساحة الوطنية كلها والمشكلة هذا مشكلة تعطل مختلف المرافق سواء كانت المرافق العلمية أو المرافق الاقتصادية أو غيرها مشكلة عالمية ويتوقع فيه إجراء أو يعني اتخاذ إجراءات يمكن من خلالها أن تجاوز هذه المشكلة بأقل الأضرار وكان متوقع خاصة لما حدث مع الابتدائي يعني في طور الابتدائي ثم طول المتوسط وإلغاء المسابقة المتوسط وهذا يأثر بالطبع مثل ما قال الأستاذ فعلا يأثر نوعيا عن المرضود ولكن هذا كان شيء اللي كان موجود في إطار إحداث مجموعة إجراءات لتجاوز هذه الأزمة لكن هذا ليس هو الخيار الوحيد يعني قد توجد فيه خيارته نعم لكن لم تكن حلول أخرى نعم بالإمكان يجد حلول أخرى مثل ما بينها استشارة أهل القطاع من بينها اتخاذ رزنامة معينة يمكن أن يكون فيه مرحلة أولى ثم مرحلة ثانية لتدارك والمشكلة أيضا وقعدنا أيضا في الجامعة في الجامعة أيضا مشكلة كبير جدا الآن كثير من الطلبة مثلا ده مشكل تقني ولكن أثر تأثير كبير جدا يعني مشكل تقني مثلا لما نزلنا المحاضرات في المنصة أي في المواقع الإلكترونية وجدنا كثير من الطلبة ما عنده أصلا الإنترنت يعني ما عنده الإنترنت أصلا غير موجودة عنده وبالتالي لم يطلع تماماً مارس إلى الآن لم يطلع تماماً على محتوى ودخلنا مباشرة الانتحانات هذا كيف نعمله؟ يعني وجدنا أنفسنا مع الوباء اللي كان موجود في مشكلة حقيقية لكن هذا لا يعفي من إيجاد إجراءات معينة وهذه الإجراءات المشكلة أنه تأخرنا كثيراً في إيجاد الإجراءات كان يمكن أنه كان قيل بأنه ما زال كوفيد وما زال التأثيرات نتوخر ولكن لما اتخذ قرار على مستوى الجامعة ودخلنا قدرنا نجاوز القضية كان أيضاً مستوى المسجد قدرنا نجاوزه لأن الشعب أيضاً الآن أصبح واعي بخطر هذا الموضوع وأصبح يتعامل معه بشكل إيجابية فكان يمكن أن تتخذ إجراءات تقريباً من جوان أو جوية تتخذ بعض الإجراءات المرحلية اللي ما تخلناش نقعه فيه لأنه باش نزل البكالورية التسعة وإن كان إجراء مؤقت ويمكن أن يتدارك ولكن سيؤثر تأثير كبير جداً لأن لمقراش فصلين وداخل الجامعة رأيه مشكلة كبيرة يعني ليس مشكلة سأل وهذا رأيه جيل يعني جيل رأي يطلع بهذا الشكل فيأثر أكيد ذات أثير كبيرة أستاذ هشام مطروح يعني الكل هنا يرى أنه كان من الممكن أن يجد النظام أو تجد الحكومة حلول أخرى وهناك من يرى أنه قرار شعبوي وهناك من يرى يعني هذا الرأي يشفناه عند الكثير من المناظرين السياسيين والمتتبعين لي شأن سياسي أنه قرار سياسي أو بخلفيات سياسية يدخل يعني في إطار تمرير الدستور أو الاستفتاء على الدستور يوم الفاتح من نوفمبر المقبل أظن أنه عشور العشر جاوب على السؤال هذا يعني في المسلسل تاعة وخصص حلقة على الباك وأظن أنه أحسن طريقة لفهم النظام تعنا وكيف يتصرف في المدرسة أو في التعليم شكل عام هو مراجعة حلقة عشر عشر حول الباكالوريا تقدر تحكي لنا هذا المقطع أستاذ ماش نفهمه يعني ماش ندير الإسقاط سياسيا ماش ندير الإسقاط سياسيا نعم بشي رح يشوفه بشي رح يشوفه الناس ظاهرة الطالب بالباكالوريا وفي الأخير السلطان قال لهم روحوا عن ادوا كل الباك يعني عطيتكم كل الباك وعلاش؟ وشن هو السبب؟ وشن هو المقابل؟ للأسف إحنا ربطنا العلم ربطناه بشهادات وشهادات أصبحت شهادات زور أكثر منها شهادات حق ونحن بالمناسبة أتكلم عن تزوير اليوم في الانتخابات والزور أصبح مدي جزء كبير من حياتنا السياسية ومن حياتنا العام معني وأظن هذا أكبر مشكلات تواجهنا هو الزور شهادة الزور وانتخابات الزور والأمر والأمر متعب فعلاً اليوم والاستمرار في هذه الشعبوية سوف يدينا في داهية أستاذ سعد صدرانتوما يعني في حركة البناء الوطني راح تنتخبو بنعم على دستور يوم الاستفتاء على دستور مقب يعني في الفاتح من نوفمبر والحملة يعني الحملة الخاصة بهذه الاستفتاء بدأت منذ خمسة أيام يعني تقدر تمدلنا حصيلة ولا أنت من الداخل من يعني الجهات اللي راه تقوم بهذه الحملة في اللي تخص الدستور لا تقدر تمدلنا حصيلة ولا كيفاش راهي يعني كيفاش راهي تسير هذه الحملة والله بين قوسين الحصيلة ممكن يعطيها لك رئيس اللجنة يعني الوطنية المستقلة ولكن بين قوسين احنا كنا داخلين في كنا في حالة بلورة الموقف في حركة البناء الوطني لأن أخرنا الموقف لتضح رؤية أكثر وبلورت الموقف إطار دراسات تخذت على مستوى الحركة من بدء مسودة العربة فيما يعني منذ أن بدأت خرجت مسودة أفرج عن مسودة العربة بدأنا في نقاش دقيق جدا سياسي علمي تقني كذا في مصودة الدستور وثم حتى لما صدر المشروع الأخير مشروع تعديل الدستور الأخير الذي سيستفتع عليه أيضا كنا في هذا الإطار وكنا في إطار مشاورات موسعة مع داخل الحركة ومشاورات موسعة في إطار مبادرة لأسيسات مبادرة القوى الوطنية للإصلاح وكنا في هذا الإطار كلهم متجهين نحو اتخاذ موقف من الاستفتاء على الدستور لأنه نشوفه بالدستور الآن مثل ما أرادت السلطة أو أراد الرئيس في خلال هذا المسار أن يكون أول شيء يبدأ به من مشاريع الإصلاح هو الدستور الحملة لم ندخل في الحملة بعد ربما البارحة فقط يعني مع الإلان عنها كيف تنون أن تقوموا بهذا الحملة الانتخاذ في الحقيقة الحملة على الدستور هي في الحقيقة مهمة جدا ولكن الدخول فيها يجب أن يكون بشكل عقلاني يعني وليس بشكل تهريجي ولا بشكل تطبيلي شكل عقلاني هو أن نتجه نحو المواطن لنقنع المواطن بما في هذا الدستور من إيجابيات مهمة يمكن أن تساهم في بناء الدولة أو تحدث الإصلاح الذي نريده بالطبع المسول للأسف شديد أن التعديل للدستور الذي جاء كنا نتوقع أكثر يعني الحراك الذي انطلق بذخامة الحراك بمشاريع الحراك بمطالب الحراك بهبة الحراك هذه كلها كانت تطلعات الجزائريين فيها كبيرة جدا وكان سقف مفتوح على أن نتجه مباشرة إلى فعلا إحداث إصلاح حقيقي لكن حدث الذي حدث لما وصلنا الآن كنا نتوقع أيضا أن الدستور أن يخرج من رحم مطالب الحراك لكن حدث فيه ما حدث من شيء من الخيبة في مسودة العرب حاولنا أن كان عندنا أو كان في منهجنا بأنه يجب أن نتجه مباشرة إلى السلطة لطرح أو أولا من أجل أن نقول بأن هذا الدستور أو هذه المسودة هي غير مقنعة وهذه المسودة لم تكن في المستوى المطلوب والثاني أمر بأنها هي الإصلاحات التي نقترحها أو مقترحاتنا التي نراها جاديرة بأن تضمن في الدستور على مختلف المحاور التي يشغلها الدستور نعم أستاذ نعمل نقول لهم الموقف كل واحد منكم هنا الموقف اللي تتخذوا في الحزب أو في التنظيم اللي ينتمي له ولكن قبل ذلك أنت الآن في الجواب ذلك قلت سنتجه نحو المواطنين كيف يشتتجه نحو المواطنين ونحن نشوف أن الجزيرين ما زالهم متخوفين من الوضع الصحي وحتى التجمعات يعني ممنوعة حتى ولو يتم سماح بها ولكن يتم سماح بها بصعوبة وشفنا الكثير من الأحزاب يتم رفض لها التجمعات وبالإضافة إلى ذلك هناك رفض يعني لاحظوا الملاحظين والمتبانشان السياسي يلاحظوا أن الشعب الجزائري ما عندوش اهتمام بالدستور هذا بالدستور الجايد الاستفتاء الجايد إذن كيفاش راح أنت تتعامله مع المواطنين هو الحقيقة ما عندناش مراكز رصد لرأي يعني لرأي للشعب حتى واحد يقول أنه فعلا الشعب معه أو ضد الشعب الآن ممكن وكل حالة العادية للشعب دائما في مثل هذه الأحداث المهمة والاستحقاقات المهمة حالة الشعب صحيح فيه غاليان داخل الشعب ولكن لا يوجد قرار موحد عند الشعب ولا يوجد أغلبية بحيث أن نستطيع أنه الآن يحكم الواحد مرات المشكلة أنه نوقعه في أنه أحكام أحكام من تعيون تعجمعتي أو أحكام من تعيون تعجمعني نزغل معهم لكنه أنا مثل 12-12 أستاذ مثل انتخابات 12 ديسمبر كان يقبل عن انتخابات حتى النسبة تقول أنه ما كانش فيها نسبة كبيرة هذا عالميا وهذه كانت رئاسيات إذن الاستفتاء راح يكون أقل النسب كلها عالميا النسب كلها عالميا تتراوح ما بين 40 إلى 55 إلى 56 تقريبا معدل العام للنسب العالمية فمن توقع شنائق بالتع ستين سبعين ثمانية وخاصة في الحالة اللي أنا موجودين فيها الحالة فيه تدهور اقتصادي كبير فيه مشاكل اجتماعية كبيرة فيه تراجع فيه كثير من النواحي ولهذا بالطبع لا نتوقع أن تذهب الناس بالملايين الممليونة عشرات الملايين لانتخابات ولكن نتوقع حضور نسبي يعطي شرعية لهذا التعديل وبالتالي لا يجب الآن أن نغلب صوت على صوت والحال لم يتضح بعد الآن نتواصل مع المواطنين في 12-12 كنا حاضرا في مكاتب التصويت وجدنا شعب فعلا ينتخب وجدنا شعب ينتخب وجدنا شعب لا ينتخب وجدنا شعب متردد وجدنا أنواع كثيرة ولكن ما يقدرش الواحد يقول لك الشعب لهم ينتخب نحن كنا موجودين في صندق الاقتراع ولكن بين قوسين ما نقول لشعب كلهم تخب لأننا موضوعيين في رؤيتنا وموضوعيين في طرحنا وبالتالي لا يجب أن نعطي أحكام مسبقة لانطباعات خاصة أو لجهات معينة وإنما يحتاج أن نتواصل مباشرة ولهذا نحن في حركة البناء لما قلنا الموقف من الدستور الموقف ما كانش موقف بسيط أو مبدئي أو رفض كلي وإنما عرضت مسودة نقرأ ما في المسودة فيها إيجابيات ثمننا هذه الإيجابيات فيها سلبيات وقلنا بلي فيه السلبيات واحتجينا عليها وقدمنا مقترحات أكثر من مئة مقترح قدمناها في حركة البناء وقدمناها مع قوة الوطنية لإصلاح مجموعة مقترحات كثيرة جدا ودرستها لجهة متخصصة ناس في الحقوق معانا نقابة القوضات موجودة معانا يعني ناس تعقانون يعني ناس متخصصين درسوا الدستور وقدموا رؤيتهم مثلا من جانب القفائق وقدموا رؤيتهم وقدموا المقترحات اللي لازم تكون ولهذا احنا الدستور ما تعملناش معها كوثيقة لأنوا رافضين فلان أو رافضين مصار وإنما احنا سيرين المصار الدستوري ونعلم بأن قضية التغيير القضية أولا قضية التغيير الجذري قضية مستحيلة جدا ولم تحدث في أي موقع والشيء الثاني أنه نرى بأنه شيء فيه شيء من الأخذ والرد والعطاء حتى نستطيع أن نصل إلى المستوى الذي فقط يجب أن نقصي بعضنا البعض في هذه التشاركية الإيجابية نعود لك فهم داحي يعني الأستاذ ويقول أنه كاينا ما نقدرش نعرفه إذا الجزيريين راهم عندهم ننتقى عندهم اهتمام بهذا الاستفتاء الاستفتاء أول نوفمبر ولكن يعني اللي نلاحظه أنه ما كاش نقاشات ولا جدل كبير حتى يعني في الفضاءات اللي مولفين نشوفه فيها هاد النقاشات مثل مواقع التواصل الاجتماعي ما نشوفه اهتمام كبير للجزيريين تشارك هذا الرأي ولا لا أستاذ كيفاش قدم الحالة شغلنا في حالة عادية نورمال كاينا معارضة كاينا مولاة وندروا استفتاء ونشوفوا شكل يربح ما ناش في حالة عادية ما نشوفه حالة عادية على الجل وش راو صاري 22 ففيري 2019 لذورك كاينا غاليا شعب الجزائري راو في ثورة وما نشوفه حالة عادية لذور الصحية العالمية تدهور الاقتصادية إلى آخره إذن أنا في هاد الظروف وين كاينا ضغط كبير على كل الدول خاصة بلادنا ما نظنش بلك هاد القارار تاع دستور في هاد الوقت ولا حيفرين المشاكل تانا صحية أنا نشوفه ما عندنا شلي تست بي سير ما كاينا شعبنا لبافيت ما قدرناش نقابلوه رغم أن عدد الإصابات كان صغير ما قدرناش نقابلوه هاد المرض ما كان عندو حتى معنا كوفروفو ماشيكو ماشي كونفينمو كوفروفو نهار كومبلي كاينا إذا كيفيتي نورمال مبعت في الليل كاينا كوفروفو يعني قاء الوضع هاد المسموم ما ناش في حالة عادية ثانيا أنا قدرنا حكالة تجربة تاعي في إطار قوى البديل الديمقراطي وين دومون دي صالة ما يعطوها لكش المرة الرابعة أو الخمسة يرفض لنا صالة باش نديروه وحدثتشي هذا أسبوع كذلك حدث نهار سبت وعندهم الإدارة عندها تقنية مستوى عالي باش ترفض مع انت ما تجاوبكش ما تقولك اش ترفض بسح ما تجاوبش إذن الظرف هذا اللي رانا فيه مع انتها اللي يراهوا مع النظام نحلولوا البيبن باش يروح الميدان باش نيفرولوا قع واش لازم باش يروح يصب في النظام إما العكس رانا نشوفوه نكتبوها عفس فيسبوك نروحوا الحبس الناس حبوا يظهروا خمسة أكتوبر رفضوهم وراحوا الحبس الدستور يضمن زعم كين يرفضوا كلاقارضافي وتعيط لعائلتها عكتعيط في الممارسة نشوفو بليك ما كان حرية التعبير مكاين في الدستور في الممارسة ما كان إلى آخرين يعني كالظرف هذا اللي رانا فيه كأنه في حال العالدية وأمام تحديات راح نواجهوها مرة تدعيات كورونا النظام الجزائري راح يدينا الحيط وراح يدينا الحيط لأسباب جد وضيقة مع أنتها يحافظ على السلطة وهذا يدل على غير مسؤولية وعدم روح جمهورية فقد ونقدر نقول بليك أنا في إطار ثوري والنظام راهو يمارس لكونت الخطة سي هشام مطروح يعني هل وجود داعمي عبدالعزيز بوتفليقة أنا نشوفه بلي بزاف أحزاب والشخصيات اللي كانت تدعم عبدالعزيز بوتفليقة راهي موجودة الآن يعني هي تتخدم مع السلطة الجزائرية وراهي من خرطة في هاد الحملة الانتخابية كذلك حملة الانتخابية حول الدستور هل هاد شي هو اللي راهو يعني يعتبر عقبة في سير في المسار هذا المسار تعلق الاستفتاء وفي الاستراتيجية اللي روحه بتباح النظام الجزائري النظام لم يتغير ولم يغير من أساليبه بل أنه لم يغير حتى من رجالتي حتى التغيير الذي حصل هو نوع من تبديل بعضهم ببعض الأخر حتى بنسبة للمعارضة الشكلية تغير بعضها ببعض أخر واجه بواجه آخر النظام فتح سوقا للارتزاق السياسي الارتزاق السياسي ما معناه معناه ناس مرتزقة يريد أن يربح من الاستثمار في المجال السياسي هذا الارتزاق السياسي مارسته مؤسسات حزبية معتمدة والارتزاق بكل بساطة نستثمر وقت وجهد ومال في ملء الواجهة السياسية وهم يعلمون تماما بأنهم قدرة فقعشاء ولا يسهون شيء وأن صاحب القرار هو طرف لا يواجه الشعب ولا يتحدث إليه ولا يهتم به أصلا مقابل ماذا؟ مقابل بعض المناصب بعض الامتيازات الاقتصادية أحيانا لتروح لبعض الأشخاص الذي يقود هذه المؤسسات وبعض وتوصل إلى درجة الفتاة يعني كان ليصل له الفتاة الذي ينزل من مائدة الكبار هذا الارتزاق السياسي بدأ في الجزائر تقريبا منذ منذ انقلاب انقلاب 92 وين النظام غلق اللعبة السياسية فتحها واندم بأنه فتحها لم يكن في صالحه غلق اللعبة وفتح سوق الارتزاق السياسي وكل من ينخرط في هذه السوق نصيح الكذب على النفس هو أشد وأقضى عنواع الكذب والكذب عن الناس من الدرجة الثانية من الكذب لما الإنسان يكذب على نفسه ويتصور أنه وراءنا عايشين في دولة ديمقراطية وفيها معارضة وتعطي في رايها وتدخل للانتخابات وكل مصخيرة كل المصرحية هذه لمعمولة من أجل من ناحية توفير الشكلي شكلية الشرعية القانونية الشكلية للنظام لأنه في الحديث عن الشرعية لازمنا دستور لازمنا انتخابات من أجل موضوع الشرعي النظام يفهم بأنه في هذا العالم العالم يبحث عن الشرعية الفعلية من يحكم فعلا بغض نظر عن كيف يحكم وبما يحكم فالعالم تهمه الشرعية الفعلية الشرعية الفعلية وراءها قوة معم مؤسسة هي التي تملك هذه الشرعية الفعلية هناك خطوة ثانية شكلية اللي سموها الشرعية القانونية والشرعية القانونية النظام الدولي لا يهتم بتفاصيلها كثيرا يهم الشكل يهم الإخراج المسرحي لمسرحية الانتخابات وهذا ما يحرص عليه النظام الآن أنه وفعلا مثلا التصوير وإخراج تصوير المشهد يوم الانتخابات وتحقيق كل شكليات تنظيم انتخابات و تشكيل مؤسسات شكلية دورها صفر أنا أتكلم عن البرلمان الجزائري بغرفتين وش دوره في ثلاثين سنة اللي فاتت هذه صفر صفر دور صفر وجوده كعدم تمامنا لو غلقنا البوتيكا ما عنده حتى معنا ووقفنا صرف الأموال على الفاضح لن يتغير شيء لأنه القرار يخرج من جهة أخرى ولا علاقة له بدكاكين الارتزاق السياسي وبالتالي نرجع بش نقول بأنه لهم النظام لم يتغير النظام تراجع خطوة إلى الوراء أمام حركة الشعب في 22 فبراير ثم استمر في الهروب إلى الأمام في الهروب إلى الأمام ولن يردعه إلا الشعب مرة أخرى أستاذ عبد الرحمن هذا الدستور كما تقول السلطة الجزائرية هو موجه لجميع الجزائريين وكل جزائريين لهم الحق في المشاركة في النقاش ولكن ألم تقصي الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المعارضة ويعني التيار الديموقراطي الجزائري من هذا النقاش بشرطها أنه الكتال والأحزاب الواحدة التي تقدر تدير هذه الحملة هي الأحزاب التي لديها منتخابين في 25 ولاية شكرا وفقط نزيد لك قوس اسمح لأستاذ ونشوف أنه الوسيط السياسي مثلا حزب قديم الذي يرى يشارك في هذه الحملة الانتخابية نطرح سؤال هل الوسيط السياسي عنده منتخابين في 25 ولاية هنا في الجزائر مدام يقوم بهذه الحملة وأحزاب أخرى لا تقوم بذلك نعم أولا نأسف لهذه الممارسات لأنه تضييق على الحريات وعلى المساحات وتكميم الأفواه هذا لا يخدم للجزائر ولا الأحزاب السياسية ولا التغيير ولا الانتقال الديمقراطي وقلنا في موقفنا بأن السياق العام للإصلاحات الدستورية وللإصلاحات لجي ما بعد لازم من توفير لها المناخ العام ما معنى المناخ العام احنا خرجنا من انتخابات 60% من لم تنتخب 40% لانتخابات كيف نعمل على اقناع 60% انها تنخرط في مصار الانتقال الديمقراطي والتغيير بقبول الرأي والرأي الآخر يأسفني انه ما يمدلوا بشي القاعة علش حزب يدي قاعة وحزب ما يديش قاعة والدستورية تكلم على حيادة الإدارة لماذا الإدارة لا تتعامل مع كل الطبقات السياسية والأحزاب والفاعلين بعدل هذا تقصيه وهذا تمدله هذا غير منطق هذا لازم يتغير وش يخلي يعني السلطة تقوم بهذا سياسة الكيل بمكيالي نعم هني جايك نفس الشي بالنسبة للمعتقلين الرأي بالنسبة للإعنام الإعنام العمومي ما هوش ملك السلطة هو ملك الشعب في خدمة الشعب المفروض كل الأصوات تلقى نفسها في المقر أنا كينجي يقول لك ويا على الدستور تستقبلني وليقول لا ما استقبلوش هذا غير منطقي وغير معقول هذا ما معناه معناه أن اليوم السلطة الحالية تقتنع بأنه لا بد من التغيير وإذا ما اقتنعتش لازم تفسر للشعب لماذا ما مشي موجود هذا القناع لماذا يعني اخترتوا في المنتدى المدني للتغيير إذن تصويت بنعم رغم كل هذا الشروط هني جايك الآن أنا أؤمن بالمشاركة وأؤمن بالتغيير لأنه الفراغ يملئه الغير والفراغ يمشكون يمشي له يمشي له الانتهازيين ويمشي له من يرضى بأي شيء إلى آخره فهذه قضية نضال إذا كان نمشي لبيوتنا وقال احنا ماناش قابلين على هذا الواقع ولا نشارك الناس القطار يمشي لا ينتظر أي أحد فلهذا المواقف لأي ديناميكية إلى آخره هي وحسب تقديرها ولكن الطابع العام ماذا نريد نريد أن نحقق ما خرج من أجل الشعب الجزائري في 22 فيبراير أسقط ما أسقط ولكنه يريد التغيير الحقيقي هذا التغيير الحقيقي الزملاء في مختلف الديناميكيات لازم يكون هناك تقاطعات بين كل الديناميكيات لأنه التغيير هو مصار وما يجيش بالسهولة اللي ره ينتظر بأنه السلطة غدوة جهية تبتبرو تقولوا بلي تفضل هولك التغيير ره غلط فلهذا تغيير فيه صبر لكن حتى الذين يطلبون بالتغيير عندهم شروط ويطلبوا بتوفر بعض الظروف لهذا لابد من توفير الحوار بتوفر بعض الظروف لذهاب إلى هذه المرحلة السياق العام للدستور أنه بعد الانتخابات يفتح حوار وطني لكل الناس ولكل الفائلين ويكون هناك سند شعبي وسند سياسي للدستور والإصلاحات الدستورية وكل الناس ترقى نفسها الداخل فلما الدستور يساق في اتجاه معين ومصار معين هذا لا يختم الدستور غدوة يقولك عندنا دستور ولكن ما عندكش كل القناعات الموجودة في الساحة الوطنية وفي الساحة السياسية نحتاج اليوم الجزائر سلطة وحكومة وشعب وفاعلين سياسيين إلى تقوية الجبهة الداخلية وهذه الجبهة الداخلية تتقوى بالحوار تتقوى بالثقة لأنه مسألة الثقة رها موجودة فوق الدستور لازم نسترجع هذه الثقة وهذه الثقة بس ترجع بالحريات بالحقوق افتح للناس خليهم يتكلموا وعليش يخوفني حتى النشاطة على الفيسبوك إلى آخره عليش نقلق منهم خليهم يعبروا على ريهم في إيطال القانون واحترام الغير بدون الماساس والسب والشتم وإلى آخره عادي أقول هذا يعجبني في الدستور هذا ما يعجبنيش احنا قلنا الفصل بين السلطات اللي جات في الوثيقة الآن ما هوش موجود السلطة التنفيذية لها الكثير من الصلاحية استقلالية القضاء ما هوش موجود هذا لازم تكلم عنه نعم أنتما ستتصويتن بنعم مع التحفظ على بعض المواد منها يعني مثال على المواد اللي تتحفظوا عليها تكلمنا تكلمنا على الفصل بين السلطات تكلمنا على استقلالية القضاء تكلمنا على صراحية السلطة الانتخابات تكلمنا على مبدأ التعيين عوض مبدأ الانتخاب في الهيئات كثير من المسائل تكلمنا عليها نعم أستاذ سعد صدراء كما شرح الأستاذ عرعار ما كانش هناك نقاش حول هذا الدستور عند الجزائريين الاعتقالات متوصلة بسبب رأي يعني شفنا بسبب بأراء صغيرة لنشطاء فعلا عبر مواقع تواصل اجتماعاتهم إلى السجون يعني كيف ستصوطون بنعم حول هذا الدستور الذي لم يناقش من طرف الجزائريين هو الحقيقة في مبادئ أساسية ضامن الحق كل فرد أو كل مواطن في الدولة وحتى في البشرية كلها لما ربنا سبحانه يقول لك لا اكرهها في الدين إذا الدين ما فيهش اكرهه فكيفش يكون اكرهه في الرأي يعني الأصل أنه ما كانش اكرهه الأصل أنه كل جزائري أو كل إنسان بغض النظر على الدين وعلى الانتماء وعلى عقيته وعلى رأيه عنده رأي ولكن في إطار الاحترام المتبادل في إطار قوانين في إطار أخلاقيات في إطار حدود معينة ولهذا نرفض كل الممارسات التي تلغي حق الإنسان في الرأي وحق الإنسان في التعبير ولهذا ثمننا ما جاء في الدستور لكن دائما تبقى مشكلتنا وإن شاطر زميلي في أن مشكلتنا فعلا مشكلة ممارسة لأن الدستور الدستور مثل ما قال الشيخ محفوظ نحن عليها رحمة الله في مرة مرة قال مشكلتنا مش مشكلة نصوص وإنما مشكلة لصوص لأن فيه كين لص يسطو على النص ولما اللص هذا يتجاوز النص يصبح النص مهما كان النص سيكون نص مقدس فمدام الحارس يصبح نصبح في مشكلة حقيقية أمام هذا السلوك العدواني على النص اللي يتجاوز فيها النص ويجاوز فيها حق الشعب ويجاوز فيها أيضا الدولة لأن الدولة يوقع الدولة في مسارات سلبية ولهذا احنا بالطبع أيضا مع ما جاء في الدستور في موضوع الحريات وبالمناسبة موضوع الحريات في الدستور موضوع مثمن وجيد جدا ومتميز ولكن يحتاج إلى فعلا إلى ممارسة حقيقية في الميدان لتضمن للناس تمنع واحد عنده رأي مخالف ولهذا عبنة على السلطة عبنة على السلطة في أنها تضع شروط لحملة لماذا تضع الشروط أنت الآن هذه وثيقة كل الجزائريين والدستور والدستور هو عقد اجتماعي عقد اجتماعي ويش مع أنت عقد اجتماعي يعني يشارك فيه الحاكم المحكوم يتشاركان في وضع هذا العقد الاجتماعي ولهذا احنا يعني كنا سعاداء بفتح النقاش العام يعني بحيث الوثيقة لأول مرة لأول مرة السلطة تعمد لأن تكون وثيقة عند كل الجزائريين وهذا شيء إيجابي هذا شيء لم يجري يعني الوثيقة لم تكن عند كل الجزائريين نحنا كصحاب وما تلقينا شهاد النسخة النسخة كانت موجودة في الانترنت كانت موجودة في كل مكان موجودة عند الاشتعاب اللي حب يدخل يدخل الانترنت ويلقاها موجودة العبرة العبرة بأنه اطلقت مشاورة وكانت واسعة يعني دامت ثلاثة شهر واربعة شهر لكن هذا شيء مهم يثمن وجدنا كل الجزائريين يعني نخاب منظمات إلا اللي عنده موقف معين مبدئي من الموضوع هذا شيء آخر لكن العبرة موش في هذا فقط يعني لما تفتح نقاش ولكن تصادر تصادر هذا النقاش هذه مشكلة لما تفتح نقاش ولا تثمن ما جاء في هذا النقاش مشكلة لما تقول للناس أعطوني اقتراحات ثم لما نعطوك اقتراحات معينة تولي تخير وتشوف اللي ناسب ولكن تلغي بعض المقترحات اللي هي مهمة وجوهها يمثل للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي ضمانة من ضمانات الأساسية المهمة لعملية انتخابية نزيها ولضمان مؤسسات شفافة ونزيها فعلا وإذا أنت الآن ما قدرت تسمح فيها وش يعني يعني أنه فيه تخوفات وتخوف من الشعب يعني عندك مشكلة ولهذا كان الأصل أنه تخليها تخليها حتى لجنة العربة مثلا لجنة الدكتور العربة كان مفروض لجنة تكون لجنة باستشارة مختلف القوى الوطنية سواء كانت قوى سياسية أو قوى مجتمعية أو منظمات تتشاور في إيجاد هذا لأن الدستور ما هوش قانون فقط الدستور فيه بعد اجتماعي فيه بعد معرفي فيه بعد سياسي فيه أبعاد متنوعة اللي تخلي هذا الكوكتيل يكون حاضر في سياقة الدستور في تقعيد الدستور وفي سياقة الدستور سؤال آخر فقط يعني أنتم ما تحسبون على طيار إسلامي هنا في الجزائر ولاحظنا أن الأحزاب نحسب على طيار الوطني طيار الوطني وليسا الإسلامي الإسلامية ستنتخب بلا هذه المرأة كيف نفسروا أنكم أنتم حزب نحسب على طيار الوطني ولهذا يجب أن نوضع في قالب معين نحن كل جزائريين إسلام محفوظ أولا نحن بإسلام محفوظ من عند الله عز وجل وثانيا ثانيا مادة في الدستور تقول إسلام دين الدولة ولهذا نقاشنا الآن نقاشنا في يعني ما نكازيوش بعضنا يعني إحنا الآن في نقاش وطني وكلها تيارات جزائرية وتريد للجزائر الخير وتريد للجزائر التنمية وتريد أن تشارك في بناء الجزائر ولهذا لا يجب أن يصنف يعني ما يحطناش واحد قال جماعة تكرهم راح وانتعلم ما راح تشبع جماعتك وهذا يعني الانتقاد تم توجيهه لكم منذ أمس من طرف المتابعين منطق غير مقبول إحنا عدنا مشاريعنا عدنا رؤيتنا عدنا مصارنا عدنا مصارنا اللي إحنا لقناعة تامب فيه مشاركة يجب أن تكون فيه مشاركة سياسية مشاركة سياسية هذا تحتاج إلى نضال تحتاج إلى نضال حقيقي وتحتاج إلى مدافعة حتى نستطيع أن نحقق لأنه ما يتصوره البعض باللي شيء بسيط هو في الحقيقة شيء كبير جدا لأنك لما تدخل في هذه العملية أنت داخل الآن في تحرير في تحرير الحرية في تحرير الحرية في تحرير القيود اللي رأي موجودة على شيء أما المشكلة المرات نوقع في واحدة المغالطات وللأسف الشديد أن النخبة لما تصير النخبة تتهم في بعضها النخبة تتهم في بعضها بالخيانة النخبة تتهم في بعضها بالتهميش النخبة تتهم في بعضها تشكك في بعضها النخبة والأصل أنه لا ندخل في عملية التشكيك لأننا كنا جزائرين وعندي مشروع لا نشكك فيك أنتا ولا تشكك فينا لأنه إذا ندخل في حوار إذا نحب نروح الحوار ولكن بهذا النفسية أو بهذا الخلفية خلفية التشكيك وخلفية عدم القناعة بالآخر وخلفية أنك أنتا مولات وانتا كذا وانتا كذا ندخلنا الآن في رفض وإقصاء فقط يعني أنتا والأستاذ عبد الرحمن عرعار ولكن في عجلة باش نمد الكلمة متروح عندما للإثنين تكلمتوا على الاعتقالات على النقاش اللي ما كانش حولها الدستور ولا الاقتراحات اللي لم يتم أخذها بعين الاعتبار هل في تنظيم ديالك سيابد الرحمن عرعار ولا في الحزب ديالكم أستاذ سعد صدارة نددتم بهذا الاعتقالات ولا تكلمتوا مع السلطة يعني فيما يخص هالظروف اللي يعيشوها المعارضين مؤخرا في الجزائر مثل البدلي ما تحصلتش على التصريح للقيام باجتماع الارسي دي محسن بالعباس لتعرض المضايقات الاعتقالات يعني لمعتقلين رأيي بالجملة تكلمنا عمائية وتكلم عليها تنظيم بالعكس وتكلم عليها تبعي منشورات أو تدوينات رئيس الحركة بنغرينا في هذا الموضوع بالعكس احنا 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 مع مع كل مواطن كل مواطن مهما كان انتمائهم مهما كان وضد أي ممارسة يعني قلت لك الممارسات هذه ممارسة مشكلة حتى الإدارة الإدارة على اجتمنى والمشكلات اللي نعاني منها اليوم هو تدخل الإدارة كطرف كأداة للقمع او كأداة ل لانه كثير من الجمعيات مش فقط انت تتكلم على قاعة او تتكلم على شية هم جمعيات منظمات رهي من تسعينات الان ولم تعتمد مشكلة كبيرة يعني احنا واقعين في تغول الإدارة في وقعنا الوضع شكرا سي عبدالرحمن أرعار كلمة فقط فيما يخص تنديل به تجاوزات على مبادئ قيم أسسنا نفسنا عليها في الفضاء المنتدى أن الحريات والمبادئ لا مساومة فيها مهما كان المصدر ومهما كان اللون سي هشام منطر على عكس عبدالرحمن أرعار وسعد أصدران تنددت للانتخاب بلا يوم الفاتح من نوفمبر على الدستور وكتبت لذلك 14 سببا انشرته على صفحتي على فيسبوك لكن الآن نلخص الموضوع الإخوة تسمحوا لي أني نعبر عن شعوري بما تتناقض في كلامكم أنه من ناحية أنت تعيب على السلطة ما نعيبه عليها جميعا من الاستمرار في كل الممارسات التي كانت قبل 22 فبرار ولم يتغير شيء منها شيء منها بل زاد عادل الاعتقالات قبل 22 فبراير كان أقل من عادل الاعتقالات الآن والحجر على التعبير السياسي زاد من قصر فكونكم نشوف رواحكم مشكم متنقضين شوف رواحكم منسجمين في نقدكم لما ننتقده وفي نصرق تقول أنا أروح لكي أوقع لكي أوقع على ما يفعله النظام لأنه التصويت بنعم في هذا الصور وتوقيع على ما يفعله النظام هو توقيع على هذا المصار توقع على هذا المصار الذي سار فيه النظام منذ 22 فبراير على عكس إرادة الشعب الواعي في الشارع أنه الشعب يعني مساويات على كلها أنا أنادي بالتصويت بلا الموضوع فيه شقين أولا لماذا لا ولماذا التصويت لأنه فيه بعض الإخوان لينادوا بمقاطعة الانتخابات وهو موقف آخر مبني على رفض الرفض مبني على رفض الدستور وينادون إلى المقاطعة أنا أدعو إلى الرفض أيضا ولكن أدعو إلى التصويت بدل المقاطعة الرفض الدستور لماذا؟ لأنه ما تكلم عنه الزميلين وقالوا لإخوة وقالوا بأنه فيه تحفظ على محتوى الدستور التحفظ يتم على الفروع وليس على الأصول ما نتحفظش على أصل وأهم في الدستور أتحفظ عليه واحد يتمسك بالأصل ويتحفظ على الفرع يتحفظ على تفصيل معين لم يعجبه والدستور إذا كان الحج عرف فالدستور هو الفصل بين السلطات ما عدا ذلك فروع إذا كانت تهزري أصل الأصل اللي من أجله توضع الدستير يا جماعة الخير أول دستور وضع في بريطانيا وضع للحد من سلطات الملك منذ ثمانية قرون يعني توضع الدستير للحد من السلطة التنفيذية عندما تجي تقول لي أنه أنا متحفظ على عدم الفصل بين السلطات ولكن تتحفظ على ماذا؟ تتحفظ على أصل من أجله وضعت الدستير التحفظ لو يتم على الفروع على التفاصيل هذا الأصل هو أصل من الموضوع كله أنت الآن لما تقول لي مشكلتنا في النصوص مش في النصوص لا يا خيلك مشكلتنا في النصوص وهذه نوع من التلاعب بالألفاء مشكلتنا في النصوص لأن الذي يفرض احترام الدستور هو الدستور نفسه وهذا الشيء المفهموش غير أغلبية الناس شايفها على الفيسبوك مش مش فهمين هذا الموضوع الدستور هو الذي يضمن ضمان تطبيقه وضمان تطبيقه في الفصل بين السلطات فإذا لم يفصل فعلا بين السلطات السلطة التنفيذية تفعل ما تشاء وترمي بهذا الدستور في المزبلة وما يقدر يحسبها شيء من يشكل يحسبها يحسبها برلمان اللي قصابها برلمان القصابة الناس اللي يطعوا لبرلمان بشي قصبوا يشكل يحسبها يحسبها القاضي الخوف لي خيف قاضي خيف على نفسه وما يقدرش يعارض ويقول له تلفون ما يقدرش إذن نحن نتكلمه على تحفظ على أصل من الأصول الفصل بين السلطات هو أهم موضوع في الدستور الفصل بين السلطات هو الموضوع الذي أخرجه بالطريقة الضمنية أخرج الجزائرين في 22 فبراير في 22 فبراير وش أخرج الجزائرين للشارع أخرجهم تمادي السلطة التنفيذية في احتقار هذا الشعب احتقروه احتقارا لأن الناس أصيبت أصيبت بوحدة الإهانة قال كاسدي ستة سنين وسيد في الكروسة ويبهدل فينا قدام الأجناس وحبين يزيدوا له خمسة سنين أخرى هذا تمادي من؟ تمادي السلطة التنفيذية التي لم تراعي أحدا إذن هذا الموضوع لمن أجل لي من أجل وقعت كل الأزمات في الجزائر طغيان السلطة التنفيذية هو السبب وراء كل الفساد الذي حصل ولكن هل انتخاب بلا هو الحل؟ جيد هذه النقطة الأولى الأساسية التي تكلمها إذن أرفض هذا الدستور أنا لا أرفضه من أجل مواد الهوية والكلام الفارغ الكلام الفارغ اللي يترددها للأسف تردده مؤسسات المفروض أنه قيادتها على مستمعين من المعرفة والعلم ويتبعوا في شعبوية الخطاب الديني وشعبوية الخطاب العرقي أحيانا هذا المواضيع ما هي المواضيع الأساسية الموضوع الأساسي في الدستور هو الفصل بين السلطات ومشكلتنا تسبب العطالة عطالة هذا الوطن وسبب الفساد هذا الوطن هو طغيان السلطة التنفيذية التي لا يردعها أحد لا قضاء يردعها ولا برلمان يردعها ولا شيء تفعل ما تريد وتفعل في الآخرين ما تريد إذن هذا هو السبب الأساسي الآن لماذا التصويت لماذا الذهاب إلى التصويت لماذا ذهاب إلى التصويت باللغم أنه أنت والكثير من المراقبين يقولوا أنه في كل مرة يكون تزوير يعني كيفاش تترح تندخب بلا وانت لا بلك أنه رح يكون تزوير الموضوع التزوير هو موضوع وهو موضوع الشعب الزائر الآن مش موضوع الدستور لأنه كي نحس بأنه كيكون عندي كيكون عندي اقتناع بأنه احتمال كبير أكثر من خمسين في المئة أنه إرادتي سوف تزورها من؟ السلطة التنفيذية نرجع ديما لتغيان السلطة التنفيذية في الدستور في كل الدستير وفي الدستور هذا لأنه لما أقول النظام لم يتغير معناها السلطة التنفيذية ما زالت بيدها كل خيوط اللعبة من بين الأمور الهيئة المستقلة بين قوسين المسخير هذا اللي يجب لكلمة مستقلة ويحطها لك يعني بمعنى واحد يروح على شكل العفن ويكتب عليه الطهارة يكتب ورقة الطهارة بشيق نعكب أنه هذه حاجة طهارة هي مستقلة من جاه الاستقلال؟ من جاه الاستقلال هذا؟ إذا كان رئيسها معين من جاه هذا الاستقلال؟ لماذا تنتخب بلاد؟ جيد جيد نشيك الحديث لأنه موضوع الموضوع الأساسي تعني هو التزوير ومدام كي ينزور في هذا البلد هل ينتظر عاقل خير من الزور؟ هل ينتظر أنه شيء يبنى على الزور ممكن يثمر وممكن يكون طيب ويجيب ثمرة طيبة؟ نحن حتى ثقافتنا الأصيلة النبي ذكر كل شيء لما وصل لشهادة الزور وقف وقف لأهميتها وقف قالهم ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ثلاثة مرات لأنه يعرف بأنه الزور ما يتبنى عليه ولا شيء ما يتبنىش عليه خير هذا الزور يا آنثة أنا أرى أنه يجب أن يواجه لأنه نهر منه أنه نواجهه نواجهه في يوم الانتخابات ونواجهه في الشارع وأركز هنا في كلمة في الشارع إذا كان هناك قضية تستاهل أن الشعب الجزالي يتوحد عليها من جديد قضية مصرية قضية مبدئية قضية لا لون سياسي لها قضية لا لون إديولوجي لها ما عندهاش لون إديولوجي هي قضية التزوير أنه المفروض المفروض ما يجب أن يكون أنه الشعب يتوجه للتعبير عن إرادته ويتجند للحفاظ عليها من التزوير ويخرج إلى الشارع ويبقى في الشارع حتى ينال ما يريد لكن هذه التجربة عاش هالجزائريين أستاذ مرة مع علي بن فليس في 2014 اللي دع الجزائري المشالكة من بعد نشكى من التزوير بعد الانتخابات واخدث مع عبد القادر بن جرينا في الانتخابات الأخيرة انت خبت 11 ديسمبر وينشكاه هو أيضا من التزوير بعد الانتخابات الأمر مختلف في عجلة من فضلك الأمر مختلف بين آران بيدخلوا الانتخابات والآران بعد تنرى مشكلين ويربطوهم قبل يظهروا في الصورة يكونوا دجا مربطين وحتى إذا تكلم عن التزوير يتكلم على استحياء وما يقدرش يمشي بعيد في الموضوع ولا يستطيع أن يدعو الشعب الجزائري لمواجهة أكبر مشكلة تواجهه هو التزوير أنا مع مواجهة هذه المشكلة وليس الهرم منها والمكوس في البروت شكرا فاهم داحين أنتم في الامدياس وفي الباد كذلك يعني في الانتقال في قوى البديل الديمقراطي قوى البديل الديمقراطي مش تقاطعوا ولكن ترفضوا تماما لا تنتقبوا لا بنعم ولا بلا وما تزكي وش هاد المسار من أصله لكم فاهموا علش لدينا 1999 شكرا 1999 جابوا تفليق في ظروف نعرفهم قاية ناقص شرعية وش دار سنين من بعد دار استفتاء لش يرجع من الشرعية عشرين سنان بعد نعني نشوفه بليكين نفس الممارسات شبك نسح لك أستاذ ما كاش ستين واربعين على خطر بعشرين مليون سي الكوري الكتورال كان قريبا ثلاثين مليون عندهم فوق تمنتاشن سنة إذن النظام هذا كيم الباك هو يجوز بخمسة على عشرين ويجوز الباك بتسعولة على عشرين مش نفهمه برك ما شب هاد الأرقم هادو ما اكتر ثانيا مصباحة نسمع غير على المنظامات 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 وعيب كبير أن الجزائر في 76 دارت الميثاق الوطني وكان أكثر ديمقراطيين وأن الجزائرين والجزائريات شاركوا كتر في الميثاق الوطني في إطار الحزب الواحد في 76 وأنا اليوم في 2020 أنا نشوفه بليك يا إيمان منظامات يا إيمان نكونوا في الموال باش نشاركوا في إطار الدستور ولا ما نشاركوش 45 سنة من بعد عيب كبير ثالثا هنا نقطة مهمة أنا لازم نهدر عليها هذا التوازي واختيار أول نوفمبر كتاريخ استفتاء عيب كبير كيفاش أول نوفمبر لهو ملك كل جزائريين حتى الدستور هذا ملك كل جزائريين فهمت ما شكتش عمان نشوفه الإخوة هنا يكي أنت وقالك في خال كبير أول نوفمبر ملك كل جزائريين معنا تقعنا ما تفهمين عليه بالليك حاجة دخلت في التاريخ ودخلت في الوهوية ومن بعد نجيبوا استفتاء فيه جدل كبير فيه الرفض فيه مناورات فيه ندخلوه في إطار هذا التاريخ هذا المعظم بش نسي ونجيبوه شرعية وإحنا يالله كونتينويت بس كواللش نخرجو بره الإضافة شوش نشوفه أول نوفمبر 1954 أول نوفمبر 2020 يعني هذ الممارسات سياسية سياسية عيب كبير نستعملوه هذ جزء من تاريخ من الهوية لكي نجوز هذا الاستفتاء نزيد تانيك حاجة شغل أنا أنا ما نوافقش أنه مشكل في النصص مشكل في الروح كيفش الدستور الدستور هو القانون الأعلى قاعدك ومن بعد كي طرح تقرأ الدستور يقول لك يعطيك بند ومن بعد يقول لك رح القانون العضوي هو يفسر لك البند من ذلك القانون العضوي من ذلك القانون العضوي يغلق على الدستور نعطي مثال كل جزائريين والجزائريات سواسية أمام الجمهورية هذا هو الروح الجمهورية من فهوم الجمهورية هذا هو الروح دياله وبعد كي نروحه يقول لك كان قانون الأسراء باش ترح تشهد زوج رجال وزوج جنساء يساوي زوج رجال إذن كان تناقضات في روح الدستور التناقضات هدنا في الدستور نفسه ما ليش يا أستاذ ما قطعتكش خليمي خليمي تاني دوش سرع 2016 عودنا الدستور ليه كانوا يطبلوا في 2016 على الدستور مليح وهذا المرحلة مليحة وبعد 2019 عفسوا عليها جاءوا ظروف استثنائية سيعفسوا على الدستور لي داروا خيطه سواسوا عليهم في 2016 2019 ما قدرولوش إذن أنا في 2020 لازم يديروا دستور وحدة آخر على حساب وشيس حقه و يعني على 2016 خلاص سمح لي عن طريق الاستفتاء هذا هناك الكثير من المتابعين تاني قلوا أنه النظام رأي يحاول القضاء على الحراك ومطلبه بمرحلة انتقالية وطي صفح المرحلة الانتقالية التي طالبوا انتما بها كحزب وضمن حركة تولى الباد يعني أنا نشوف أنا نشوف الناس برمج تحكي عن الدستور أي تحكي عن الخدمة ما كاش دراهم الواباء كيفاش يديروا عندهم النفنير الانتقالية 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 التحكم اليومية الدستور هذا ما يوجد كافية رأسهم كيفاش يعيش كيفاش يقرقب كيفاش يروح اليوم ينفق هذا نشوف على الاقل نعطي تجربت نخرج بره هذا ونحس الشغل عن الناس ونشوف ثاني الناس راه تغلي محاولة عيام خمسة أكتب الناس تخرج بش منها نفكر نضالات اللي فاتوا ومنها نرفض وقع الوضع اللي رأنا فيه لكن النظام ما وش برحي بيخمد جاك ورون عاون باش يخمد الكوفيرو كان هنا باش عاون باش يخمد الكون عاون باش يخمد ماش يقدر يخمد بس كدخلنا في مرحلة جديدة وان الجزائرين نظن عندهم الوسائل تحو باش عارضوا كانوا عارضوا بليزيم ثم بعد عارضوا بلا منافع ستاسيون بعد عارضوا باسترجاع الفضاء العام عارضوا كين الناس رفدوا الرأي الوطنية بدوهم لحبس اذا ماش يبارك دخل هادش نظن بلك كيف النظام يتعامل مع الدستور كي يسحقوا يستعملوا ومبعد عنده في اطار كيما في الاقتصاد كين اقتصاد العلاني وكين اقتصاد الموازي كين دستور تانيك العلاني ودستور الموازي نفس الشي عنده خمسين بالمئة من الاقتصاد تاعنا في قطع الموازي ومراسة تاع النظام هذي اليوم في قطع الموازي ما تقدرش تحتارم هاد البونو تاع الدستور ولا الدستور الجديد الى آخره على خطر المصالح تاعه ضيقة ما هيش تمثل مصالح عامة الشعب الجزائري فاقد شيء لا يعطيها استاد سعد صدار يعني سلطة الجزائرية في الاونة الاخيرة تتكلم كثير على المجتمع البدني وكين لي في السر المشاركة بعض الأحزاب السياسية والشخصيات كذلك لزكات الاستفتاء المقبل على انها التخوف من الاقصاء اقصائها في المرحلة المقبلة اذا بنات السلطة الجزائرية طبقة سياسية لمواجهة الحراك لأن الحراك في كل مرة يرفضي يقول لك هذا الشخص كان في نظام بوتفليقة هذا الشخص كان في النظام القديم هذا الشخص ليس وجه للجزائر الجديدة وكان يفسر هذا الشيء كتخوف هو من الأشياء الإيجابية في الحراك الشعبي أنه مشاركت فيه مختلف الطيارات الوطنية يعني الآن الحراك الشعبي لا هو ملك فلان وملك علان الجهة الفلانية ولما يتكلم أي إنسان الآن على الحراك ما هو وصيع الحراك يعني ما كان ولا واحد ما عندناش شي يسموه من شي جهة معينة ولا منظمة وتعطي سقوك لفلان أنت تتكلم باسم الحراك وانت تتكلم ضد الحراك الحراك جمع كل الجزائريين وجمع كل الجزائريين اللي رفضين فعلا الوضعية معينة كانت وضعية فاسدة جدا وأوصلت الجزائريين لما وصلت إليه ولهذا ومن بعد الحراك شهد مختلف يعني في داخل التيارات الحراك الآن أخذ التيارات متعددة فيه من بقى على موقع الرفض فيه من تعامل معها بشكل من الإيجابية فيه من يعني شاب بين الأمر لا يعني تماما وهذه خيارات معينة الآن خيار بالنسبة الحركة البناء الوطني هو خيار مصار دستوري لأنه أصلا الحراك لما طالب أثناء الحراك في أشد الحراك والموج العليا للحراك وش كانوا يطالبوا في دستور 2016 كانوا يتكلموا عن المادة 7 أو 8 ومن يجابوها موجودة في دستور 2016 وبتالي حتى ترفض حتى دستور 2016 في حد ذات وانت ترفض بعض الجهات ترفض وتعفس عليه وتلغيه وتعتبره من وثائق العصابة الفاسدة في النهاية حتى كمت ليه هل المطلبين تمت الإجابة عليهم أم لا أنا نحكي لك من حيث المبدأ نعم التداعيات لك شي واحد أخونا نحكي لك من حيث المبدأ أنه يجب أن تكون لدينا وثيقة نحتكم إليها مجاليس المنتخب يجب لا ليس مجاليس المنتخب سلطة الشعب يتكلموا على سلطة قرية 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 عن طريق يتكلم على سلطة الشعب يتكلم على سلطة الشعب والشعب يمارس في الشرع يجب أن تكون فيها عملية انتخابية ونزيئة ويمارس من خلالها لأنه فيها مؤسسات أنا بلاد مؤسسات ماذا فيها لكن من حيث المبدأ فيها مادتين ثم لجأوا إلى المادة 102 يعني دائما عندنا مرجعية لأنه لو نفقد المرجعية مهما على عوارها على سلبياتها على ما فيها من فقط فيما يقص المادة 102 يعني في الأخير الحراكة ما كانش يطالب بالمادة 102 في البداية لأنه اعتبر أنه فات الأوان يعني المادة 102 كان يطالب بها قبل الحراكة أنا حبيت نوصل رسالة بيجب أن تكون لدينا مرجعية افتقادنا لمرجعية مهما كانت على أنا قلت على ما فيها من عيوب ونبين قوسين لما يتكلم على أصل أصول الدستور أصول الدستور ليس فقط فصل بين السلطات فصل بين السلطات آليا من الآليات المهمة جدا ولكن فيها أليت الحريات أيضا إذا الحريات لأن الحريات يذا فيه حريات وش ما عندها الحريات ما عندها الحريات أنه باستطاعتك الآن أن تلعب دور إيجابي ولكن الدستور الحالي يتكلم على الحريات وين هي الحريات الآن اسمح ليه أستاذ مطراح قided سلطات وليسugم الحريات أستاذ متراح سمح لي أستاذ متراح سأران فاهمين وواعين بكلامنا يعني مولا واحد يبدأ يسيف علينا ولا واحد يفهمنا وش يعني هذا الأشياء موضوع الهوية موضوع مهم جدا أنا نأسف الواحد إنسان واعي بهذا الشكل وإنسان محترم يقول لك هذا لعب وهذا ما ما عنده شمعنى وهذا شي تافه نحن بالأسف شديد استغلاء عواطف الناس في السياسة هم احترمين آراءك وتوجهاتك وعلى عين والراس ما هو المشكل أنا أستغرب من المتاظر عواطف الناس في السياسة لا أسلم شيء آخر لكن حدد يعني كي يتكلم من إنسان كلام يتحدد يعني موضوع الهوية ما هو موضوع لعب وفتاة وتافه موضوع الهوية موضوع ناظر من أجله الجزائريين وجاء بيان أول مياسنا متاجرة به خلوه يكمل الفكرة ونعطيك الكلمة ما هو موقفكم في موضوع الهوية وستب سعب ستار هو الموضوع تافه هو موضوع كذا فقط لتصحيح وستب سعب ستار صح أكد تتقلي تتعلق على كلامي من بعد نرجع لك الكلمة نخليه وهي كم بدأ الفكرة نحن علقت على كلامي لما قلت النصوص وقلت كلام تافه وكذا وما بتلك ولا شيء هذه الحرية اللي نحوسوا عليها فتفضل أستاذ ساعد ستار فما تصادرش آراء الناس وإهتمام مهما كانت مع لي أشارني غالط احترمني خليني يكمل دقيقة وتكلم على رحوك وتحب نعضي لك وقتين نعضي لك وقتين لا لا تفضل لأنه قريب تخلاص الحصة أستاذ هذا التدخل الأخير لك من فضلك ففهمنا فقط الموقف تلك فيما يخص الهوية ما فهمناش هذه النقطة فيما يخص الهوية إذا لم نستعبوا بعضنا ربعة في هذا البلاطو ونتهموا بعضنا ونبدأوا نقولوا في الكلام اللي يقصي البعض حين ما نشرحين وهذه من السلبيات لكن هذا الجدل الهوية ألا يقصي مكون للهوية الجزائرية فكشفنا يعني الأمازيغية اللي شكنا لها كي نحكي وعلى الهوية نحكي وعلى واحد شوفي مكونة الهوية مكونة الهوية فاصل فيها الشعب الجزائري والشعب الجزائري مفاصل في هذا الموضوع الموضوع انتهاء وجوده في الدستور الدستور ضرور وجوده في الدستور تحديده ضبطه في الدستور ضرور جدا حتى لا نختلف ونحن هنا في الرقم بين الهوية الأمازيغية لها مكون أساسي ولا نقاش فيه ولا أحد يناقش هذا الموضوع مغلوق لا أحد يناقش الهوية الأمازيغية بتنوعاتها الموجودة ولكن لما نجيل اللغة نكونوا واقعيا نكونوا عقلانيا اللغة في فرواحنا نتكلم مع ناس بني مزاب وشوية تكلمنا في دكاترة مش شوية من باتنا ووحد مننا تبسنا نتكلموا في هذا الموضوع وموافق هذا الموضوع يعني موضوع أنا هذا موضوع عقلاني موضوع دراسات موش موضوع خلينا وإحنا ما نشحب ندخل هذا الموضوع معليش ولكن نقول باللي الدستور فيه مجموعة أصول مهمة جدا يجب أن نتفق عليها موش فقط هذا الموضوع الفصل بين السلطات وإذا السلطة الآن متمسكة بهذا الموضوع ومش حبة تعطي السلطة احنا نفهمين باللي فيه عصب معينة لا تريد أن تعطي السلطة ولكن هذا لا يعني أن نروح الجهة وحدة أخرى ندخل فيه تطرف آخر أو لا نحاول نختلف الآن في الآليات نختلف الآليات صحيح نختلف الآليات ولكن في تصورنا أنه لا يجب أن نلغي بعضنا البعض ولا أن نشوه بعضنا البعض ولا أن نقص بعضنا البعض لنستطيع أن نجد نقاط تقارب نستطيع من خلالها أن نستطيع من خلالها أن نتجاوز الوضع الحالي وصلت الفكرة ترجع له في دقيقة فقط من فضلك أستاذ في دقيقة نقطة هذه للأسف هي ليس مفهومة من فئات كثيرة من الشعب الزيري بما فيه من المتعلمين في الجميعات ليس فهمين بأنه إذا كان هناك تشريع يتناقض مع الدستور فلأن الدستور لا يضمن الفصل بين السلطات ولا يعطي آليات كيف نرد تشريع وهو ناتج عن السلطة التشريعية تشريع يناقض الدستور ويناقض حق من الحقوق المنصوص عليها في الدستور لما الدستور لا يضمن للناس أنهم يدفعون هذه التشريعات أمام المحكمة الدستورية أو حتى المحاكمة العادية في بعض البلدان فعندما الدستور لا يشرع هذا الأمر فيه فإنه لا يضمن تجاوز السلطة التشريعية للدستور نفسه والدستور نفسه هو الذي يضمن عدم تجاوز السلطة التنفيذية له لأن الآن الناس يقول لك الناس هم فهمين صح أنهم يتلاعبوا بالناس لعقولهم بسيطة يعني مش فهمين التفاصيل هذه يقولوا الدستور هذا باهي لأنه يضمن الحريات أخوي حتى الدستور الحالي يقول لك والحريات والمساواة والكلام الباهي ذا كل لكن هذا الدستور نفسه اللي في المواد الرومانسية كان مواد رومانسية تكلم على الحريات والفصل بين السلطات ما كانش أنت الآن عن ما تتكلم ويهزوك تهزك السلطة التنفيذية تحبسك والسلطة القضائية تفكت لأنها راضخة للسلطة التنفيذية وش تدير بالمواد الرومانسية اللي في الدستور الحالي ولي تجدد في الدستور في مشروع دستور جديد وش تدير بها أستاذ عبد الرحمن عرعر هل قال الحراك كلمته الأخيرة فيما يخص الدستور وكل أوضاع سياسي الحراك قال كلمته في قضايا استراتيجية وسياسية منذ 22 علينا اليوم نحن كفاعلين رجائي أنه كل واحد كل واحد عنده الاستراتيجية أو كيفاش يقيم الواقع أو كيفاش ينخرط في مسعى التغيير وهذا لا ينقص بموقف أي شخص ولا يحق بأي شخص أنه يكون عنده حكم على الغير العكس فضاءات الحوار هي اللي توفح الصور هذا مهم جدا فلهذا اليوم نداءنا للسلطة أن تفتح فضاءات الحوار والحوار يكون جدي ومسؤول وحتى معها وهذا يجب أن نظل من أجله وإلا رجوع الوجه القديمة والممارسات القديمة والريع القديم إلى آخره سوف يعود إذا غاب لهذا نحن في المنتدى نؤمن بمبدأ المشاركة في مصارنا ونغير في هذا المصار يعني بعد أول نوفمبر راح تجي مواعيد أخرى وراح تجي قانون الانتخابات وقانون الأحزاب إلى آخره المسيرة هي ماشية يعني إما يكون عندنا نضال وننخرط وكل واحد حر كيفاش يدير الاستراتيجية تتاو العبرة أننا يكون هناك التفاف حفل الجهود ويكون هناك تنسيق أفضل وإلا إذا بقى كل واحد أنصوله كل واحد في جيته ويقدم الآراء ويقدم كذا والقطار ماشي ما نجوش نعيبهم بعد على بعضنا مسألة الحراك نحن نؤمن به نبدأ بالنؤمن بالمبادئ اللي خرج من أجلها الحراك ويستمر لاعب في ذلك والعكس هو قوة ضغطة مهم جدا ولكن لابد من أن نجد آليات جديدة أنه القوة اللي راح يموجودها في الحراك يجب أن تنخرط في الديناميكيات هذا مهم لجب الحوار يأخذ طريقتها ولمحقة الفكرة أستاذ فهم إذا هي آخر فكرني في واحد الجملات ماشي أخر جملة تعب المجد تبون نهارق المرحلة الانتقالية القطار فاتهم بعد الجزائر نهارق المرحلة الانتقالية في المالي وفي ليبيا تين كين تناقضات ما نهاروش عليهم نهارو تانيك على كيف الجزائر في إطار الجامعة العربية سكتت على الإمارات في قضايا تطبيع مع الكين صهيوني لا يوجد هذا لا يوجد هذا لا يوجد أن يسكتوا والداخل يدون للحبس إذن لا يمكن المشكل السياسي لا يوجد مشكل التقني الدستوري رغم أن يجب أن يكون دستور لإطر إلى آخر المشكل السياسي وأخيرا لا يظن هذا النظام يمكن أن يواجه طموحات الجزائر الجديدة لا يحب أن نستعمل هذا اللفظ الجزائر لأن الجزائرين والجزائرات حلوا مرحلة جديدة من الكفاح السياسي 22 فبري 2019 وليس يمكن تقلم عليها لا خاطر المصالح ضيقة والطموح للجزائرين كبيرة شكرا فهم داحي الأمين العام للأمديس شكرا سعد أصدار قياد بحركة البناء الوطني شكرا لعبد الرحمن عرع الرئيس المددى المدني للتغيير شكرا للمشاركة معنا والإجابة على كل الأسئلة شكرا للمتتابعين راديو أم على المشاهدة موعدنا يوم الاثنين المقبل على الساعة الخامسة إلى اللقاء شكرا شكرا للمشاهدة يجب عليك أن يؤمنون ترجمة نانسي قنقر في المترجم الى المصطر